في الحقيقة فيه طفرة حقيقية بتقدمها تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين سواء كان فيه العمل السياسي أو أيضا العمل الميداني شباب واعي شباب مثقف بيشتغل في كل المحاور جمعهم أرضية مشتركة وهي حب الوطن ومصلحة الوطن أولا وأخيرا لو نتكلم على المحاور اللي بيشتغلوا فيها تحديدا نتكلم على محاور سياسية وشفنا تمكينهم في عدد من المناصب التنفيذية كانوا واب للمحافظين المحور الاقتصادي وشفنا منتدى الاقتصادي في التنسقية والمبادرات التوعوية اللي يمكن أخيرها سواء هنعدي هذه المبادرة التوعوية لشرح للمواطن المصري الظروف الحالية وزي نقدر نعدي بيها من خلال تكتفنا وأيضا المحور الاجتماعي ويمكن هنا المحور الاجتماعي هو اهتمام التنسقية بحياة الأسرة والطفل هو ده اللي احنا بصدده النهاردة تحديدا لأن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة ابني أديبا المبادرة اللي بتعمل على تطوير موهبة كتابة القصص عند الأطفال وتحويل القصص دي لأفلام للرسومات المتحركة من خلال لغة البرمجة وده في حقيقة الأمر يمكن لقى إشادة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وبيعتبر كمان تمهيد لإطلاق استراتيجية متكملة للطفل بتتبناها تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ابني أديبا ازاي يقدر اللي أنا أخلي ابني أديب هو ده اللي احنا هنعرفه من ضفتنا اللي مشرفانا فيه الستوديو النائبة نشوى الشريف عضوة مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح الخير يا نشوى صباح الأنوار يا حمدو صباح الخير عليكم جميعا سيدا أنا معاكم نعارض سيادة النائبة يمكن أطلقتم مؤخرا ابني أديبا وهي مبادرة أو استراتيجية متكملة بتهتم بالنشأ ويمكن ده التوجه للدولة المصرية عاوزين نعرف إزاي بتشتغلوا على هذه الاستراتيجية علشان تنموا موهبة الكتابة عند الأطفال خليني بس في البداية كده أبتدي بالطاقة أطراف الحديث منك وانت بتقول الشكل يعني خطوات الدولة في الفترة الأخيرة يمكن سعيدة قوي أن الدولة المصرية بقت خطواتها سريعة لدرجة أن احنا بقينا بنجري عشان نلحق أن احنا نتسابق ونشوف إيلي بيحصل ونغطيه ونكون يعني مستوعبين وكمان السيد الرئيس الحقيقة أنه سريع جدا في محاولة تغطية جميع فئات المجتمع خلييني أقولك أنه التنسقية بالفعل يعني لديها استراتيجية متكملة للطفل بجميع بقى يعني ما تتخيل أن هي ممكن تتضمنوا الاستراتيجية كل ما يخص الطفل إذا كان عن طريق الوعي تنمية الوعي إذا كان عن طريق الثقافة إذا كان عن طريق حتى حقوق الطفل كل ده موجود يعني بداخل الاستراتيجية بس خلييني أقولك أنه ده كله في إطار المبادرة اللي سيد الرئيس تتكلم فيها بناء الوعي مبادرة محترمة جدا مبادرة بتقول أنه حق الأجيال القادمة في أنه هي تكون لها تعليم محترم ليها تربية بالمعرفة بالضبط المعرفة كل ده أعتقد أنه كويس نحن نفكر في اللي جاي كويس نحن مش قلنيين بنبص تحت رجلين ولا بنشوف إحنا محتاجين إيه دلوقتي لأ كمان الأجيال اللي جاية ليها حق علينا ودي حقيقة زي ما إحنا دلوقتي عايشين على أثر أجدادنا من ألاف السنين وبنتباه بيهم وأعيز أقولك أنا يمكن لسه جاية من الخارج لأ إحنا إحنا جماعة مصر مش أي دولة لما حد يتكلم معك بيعرف أن أنت من مصر بتلاقي في حينيه فرحة غريبة يعني أنه بيفتكر على طول تاريخ بلدك فليه إحنا كمان ما نعملش ده لولادنا ليه ما نبنينهمش في اللي جاي عشان كده إحنا في التنسقية أطلقنا بالفعل أول مرحلة في الاستراتيجية وهي ابني أديبا ابني أديبا يعني أنا بعتبرها النواة اللي إن شاء الله هتكون قوية جدا إن إحنا نقدر نطلق بيها استراتيجية تخص الطفل ولكن إحنا استراتيجياتنا ما بتكونش بس كلام لأ إحنا دائما بنحب إن إحنا نكون بننفذ على الأرض الواقع يمكن أعلناش عن ابني أديبا إلا بعد ما حلصنا المرحلة الأولى فيها ابني أديبا ببساطة جدا بنجيب أطفال عندها النواة الأولى اللي هي بتحب الكتابة مش هقولك بتعرف تكتب لأ مش ضروري بالنسبة لنا بس بتحب الكتابة بيعرف مبادئ اللي يعني يقدر يكتب دكتور ماشر اسمحي في البداية برضو أعرف منك ليه تحديدا الكتابة يعني ليه تحديدا فكرة أن يكون طفل عنده مبادئ أو هوية الكتابة إش ما أنا دي تحديدا طيب عشان أجاوب لك على السؤال ده لازم أربط لك بالجزء الثاني من المبادرة وهو تعليم البرمجة أنا ليه قلت أنا محتاج طفل بيكتب أو أخليه بيكتب كويس قوي وكمان بتديله زي ما أنا بحب أسميه حرفة في قدي أنه يقدر يعمل التصميمات كويسة جدا أنه يقدر يعمل أفلام إذا كان كرتونية أفلام وتحركة تواكب العصر اللي هو فيه بس كمان يا جماعة أنا محتاج أقول أنا محتاج أطفال بتعرف تكتب واللي بيعرف يكتب بيحب يقرأ تبقائيا فأنا عايز أرجع ده تاني بزبط والخيال هو فيه لسه عندنا أطفال بتقرأ وتكتب في ظل الانفتاح التكنولوجي والعزوف عن القراءة اللي احنا يمكن بنسمع عنه وبنشوفه في الأسرة القريبة أو في المجتمع القريب مننا يا نهار ربيض يا أحمد أنا عايز أقول لك حاجة أنا النقيبة بقى والمفؤوم ثقافة يعني خيني أقول أنا بتدعي أن أنا شوي عندي قدر من الثقافة والله في الشنز الأطفال الموجودة فيها احنا الأطفال بس الأول هما من سبع سنين لأربعتشر سنة عندنا أطفال فيه معلومات عارفينها الدكاترة وهما بيكلم معهم فيها الأطفال عارفينها ساعت المعلومة أقول إيه ده أنا خدش بالي إزاي أنا ما ركزتش بس الطفل والبنت ركزوا بعد الجيل الجديد الجيل الجديد مش فكرة واية عنده فضول فضول برافو ودايما عنده طول الإنترنت فما بقاش عنده السؤال ما بيفضلش وبيكملش معه والحاجة ما بتعديش عليه كده بالضبط يعني بيقره بيحكم زيما أنت قلت بقى بيعي يعني هو عنده فضول زيما أنت قلت والتكملة إنه بيعي اللي بيقرأ مش هيتعدي قدامه مش هيتضحك عليه بسهولة بس كمان يمكن عشان كده قلنا نحن بنطلق استراتيجية متكاملة للطفل لأنه ما يحدث من أنا من وجهة نوزري حد هجمة قوية على الأطفال في المجتمعات أجمع وبالتأكيد مجتمعنا صحيح لا هجمة شرسة هدف منها تمصل هوية رضي عليك صحيح وما أجمل وما أثقل هويتك نحن يعني لو نبص على أبسط حاجة بنشوفها أبسط مشهد بنشوفه فكرة أن الأطفال ما بتكلمش عربي كويس أو عربي مكسر ومن أهليهم بتكلمهم بأي لغة تانية أيا كانت هي أي مزبوط بزبط فعلاً دي نقطة مهمة وزي كمان حضيرك قلت يا دكتور فكرة أن يكون الطفل عنده القدرة على الكتابة فبالتالي هيكون كمان بيقرأ جيداً بزبط لازم هيكون بيتكلم لغة عربية على الأقل منضبطة دي حقيقة وبعدين إحنا مش في مصر ده العالم أجمع أصبحنا نفتقد الكتابة الكتاب زمين كنت تقدري تسمعي وتفتكري بسهولة جداً أسماء أدباء كبار وتفتكريهم كده وتفتكريهم حاجات كمان مش بس أسماءهم صحيح إحنا فيين من الزمن ده؟ مش موجود الصحافة الجماعة خلاص بتنقرط في العالم أجمع بس إحنا حابين إحنا نقول إنه لا إحنا عندنا نواكب المتغير نواكب إنه اللي بيحصل عن طريق التكنولوجيا اللي بنعلمها للأطفال بس كمان هويتك والثقافة اللي موجودة عند الطفل لازم إنك تنميها وتكمل فيها إنها تكون موجودة وده إحنا شفناه في الأطفال أنا عندي أطفال سبع سنين سبع سنين تشوف الفيلم اللي بيعملوا الكرتون ما تصدقش هو ولد حتى مش واخد قصة معمولة ده هو لمقالف القصة هنا لحظة أنتو بتعلموهم أو بتاخدوا ناس عندها التولز أو المبادئ بتاعة الكتابة وبتثقلوا هذه الموهبة وبتعلموهم لغة برمجة علشان يحولوا الكتابة دي لقصص كرتونية دي حقيقة أنا بياخد طفل برضو إنه عنده وبيدئ الكتابة مع ما هو بيكتب لا هو ما بيكتبش بس بيحب الكتاب فيه فرق بإنه طفل بيكتب أصلا فأنت واخده عشان تنمي ده وفيه طفل هو بيحبها بس مش عارف بتتعمل ازاي ده بقى بيكون عنده الأدوات أكتر بس هو لا يدري ولا يعي بالظبط يوظفها فأنا بالعكس أنا بقولك تعالى وريني بس اكتب لي أي حاجة بسيطة ملاش تكتبها قلها ابوك احكيلي دكتور سماح بتقعد مع الأطفال في البداية وتقول له قولي كده قصة عجبتك طب هقولك حاجة عارف مثلا قناة السويس دكتور سماح أبو بكر دكتور سماح أبو بكر عارف خلالات السويس شفتها ازاي فيقعد يحكي فتشوف السرد بتاعه فبتفرق طفل من التاني فبنقول انه الطفل الفراني ينفع ان هو يكون كاتب وبعدين بندخل لمرحلة تانية الأطفال ما تعرفش عنها أي حاجة وهي البرمجة أنا باخد طفل ما بيعرفش حاجة في البرمجة نهائي بعلمه من الصفر من الصفر احنا بتدين يا دكتور في المرحلة التانية بالفعل ولا احنا لسه في مرحلة الأولى احنا حلصنا في مرحلة الأولى نكيجها ان شاء الله يتم اعلانها في الاستراتيجية الخاصة بيئة التانسقية في آخر السنة ان شاء الله استراتيجية 2023 وهتكون يعني متوازية بين القصص الأطفال يعني ألفوها وبين الأفلام بقى المتحركة أو الكارتونية اللي هتكون كمان بتتعرض في مؤتمر التانسقية يعني يعني أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة بردو وإن كيشت نائبة الموضوع ده مهم جدا لي لأنه مش متعلق بس بالأطفال يمكن احنا بنشوف أفلام كتير جدا موجودة حول العالم أفلام بتكون كارتون أو بتكون أفلام حتى يعني متعلقة بسوبر هيرز أو 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 الكبار والصغيرين بيتفرجوا عليها فهي الفكرة أن المسج أو الرسالة مش هتوصل بس للأطفال هي هتوصل للأطفال وللكبار وبنتخيل طفل زي ده ممكن فعلا لما يكبر يبقى عامل ازاي؟ ده حقيقة وخيني أكد على كلامك ابني أديبا هو الإسم الأساسي ابني أديبا ولكن تحت كل يعني مرحلة خلينا نقول مراحل المرحلة الأولى بتتكلم عن مين بطلك أصلا أنه في الآخر الطفل هيألف قصة من الوحي خياله شخصية كارتونية هاتب عن الوحي خياله أقدر دي تديني معطيات وأرقام أبني عليها في استراتيجيات أخرى بتتبنىها التنسيقية؟ طبعا دي حقيقة وده أكيد أي مرحلة أولى هي بتبقى أول خطوة والأصعب الحقيقة لأن انت مش عارف أنت يعني عندك كل الأدوات أنا بس خليني من ضمن أدواتي المدربين وهي الأداء الأهم أعتقد الدكتور سامح أبو بكر متخصصة في أداء الطفل يعني شخصية محترمة جدا وعندها من الذكاء ما يؤهلها أن يتتعامل مع الأطفال لأن الأطفال يحتاجون الأكثر ذكاء بالحقيقة مش أي حد يقدر تعمل معاهم ودكتور سامح لسا معالي الرئيس هي تشرفته وقبلته وعندنا كمان دكتورة مونة الطمون اللي أحب أن أنا مش أشكرها هو بس الحقيقة دكتورة مونة الطمون خبيرة في برمجة الإلكترونيات والأولى على مستوى العالم على فكرة الأولى على مستوى العالم في برمجة ألعاب الطفل وعايز أقولك والأولى كمان فيه كمحاضر إلكتروني أونلاين السيدة إيه الذكاء وإيه لعب قرية دي طلع من تحت قديها أطفال كتير جدا داخلين مسابقات دولية كمان أولادنا إن شاء الله أو الأطفال اللي موجودين عندنا في ابن أديبا اللي احنا بناعتبرهم كلهم أبنائنا يعني هيكونوا من ضمن الأطفال اللي إن شاء الله هنلاقي عندنا واكوة هيسة هنرشحوا كمان للمسابقات دولية لأنهم يستحقوا الحقيقة يعني طيب سيدة نائبة للأسف هنه وقتنا بيخلص بسحبة برضو أعرف من حضرتك ونعرف أستاذ المشاهدين لو أنا ابني شايفة أنه في عنده بوادر هذه الموهبة يعمل إيه عشان يقدر التحق بهذه المبادرة ما تستنيش أبدا تستنيش على ابنك في أي حاجة شايفها فيه إن شاء الله إحنا عندنا أول مرحلة هيني قولك هي أنها انتهت ولكن المرحلة التانية إن شاء الله هتكون يعني على آخر السنة هنعلن عنها تاني على صفحة تنسقية شعب الأحزاب والسياسيين على الفيسبوك وCPYP كمان لو تقدروا تدخلوا عليها إذا كان عن طريق يعني جوجل تدوروا عليها هتلاقوا الموقع بتاعنا وهتلاقوها على الفيسبوك ويلتحقوا بيها وعايزة أقولك أنه إحنا المبادرة بتاعتنا مجانية من الألف إلى الياء صحيح ما عندناش حد بيدفع أي حاجة مع أن على فكرة ده بره مكلف جدا صحيح ولكن إحنا ما يفقش معنا غير أنه يطلع أطفال فعلا يستحقوا أنهم يشتغلوا في هذا المجال وبتشمل أيضا الزيارات الميدانية لأن أنا عارف أن لعدكم زيارة ميدانية هتكون في أطفالات أكتوبر في قناة السويس مع مجموعة من الأطفال عشان تطلقوا لهم العنان ويبدعوا ويإداروا لهم بل أعلمهم شي فرنق رأي وكتابة بس إحنا بنوديهم الأماكن يشوفوها كمان صحيح يعني معالي النائبة نشوة شريف عضوة مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بنشكرك لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر وإذن نستطيع أن نقول التنسقية بتستكمل الخطوات اللي وضعتها الدولة المصرية والاستراتيجيات اللي بتقوم بها الدولة زي ما احنا عارفين الدولة بتهتم بمبادرات عديدة لإتقان الشباب لغة البرمجة زي ما شوفنا مبادرة مصر الرقمية على سبيل المثال زي بتخرج لنا جيل جديد من المبرمجين وعيين قادرين على مواجبة المتغيرات في العالم وتوفير فرص عمل للشباب النهاردة التنسقية بتستكمل هذه الاستراتيجية من خلال الاهتمام بالنشأ وتعلمهم لغة الكتابة وأدبيات الكتابة وأيضا البرمجة